كما عرفنا من قبل أن كل شيء حدث في حيات يسوع المسيح وكتب في الإنجيل حدث في أحد الأعياد اليهودية لقد صرب في عيد الفصح وقام من بين الأموات في يوم هابوكورين ثم بعدها بخمسين يوماً جاء يوم الخمسين نرحب بكم في هذه الحلقة من دراسة الأعياد اليهودية وفيها نستضيف راباي جيسون معنا اليوم أيضاً راباي جيسون شكراً جزيلاً على مجيئك أهلاً ساعدت برؤيتك وأنا أيضاً كانت رحلة مثيرة جداً معك في الحلقتين السابقتين في شرح الأعياد اليهودية والأعياد كما قرأنا عنها في الكتاب المقدس هي الأوقات التي يحددها الله ليقابلنا أعتقد أنه من المهم أن نعيش في توافق مع توقيت الله ومواسمه لأن كل الأعياد لها مكونات تاريخية وروحية ترتبط بها ولكن ما يجب أن نفهمه هو أن ما فعله الله مع أجدادنا في الماضي منذ زمن بعيد يريد أن يفعله معنا اليوم ما فعله في زمانهم يريد أن يفعله مجدداً اليوم فهو ليس مجرد تاريخ ولا مجرد عادات وأمور حدثت قديماً جداً ولكن يمكننا بالفعل أن نختبرها اليوم وتكون حقيقة في مسيرتنا اليومية وحياتنا اليومية مع يسوع المسيح بالتأكيد وبالإضافة إلى ذلك عندما نبدأ نفهم وندمج معاني هذه الأوقات والمواسم ولا تنسى أيضاً لاويين 23 يقول ليست أعياداً يهودية بل هي أعياد الله للجميع لكل الناس نعم إنها ميراث جميع الناس وهي مواسم للفرح وهي أيضاً أوقات تغيير حياتنا ولأنها أعياد لجميع الناس نود أن نكتشف دلالتها ونرى سوياً مدى أهميتها لحياتنا الروحية اليوم بالتأكيد إنها مهمة لنا وبالإضافة إلى ذلك لا يمكنك أن تفهم شخصية يسوع المسيح وأعماله دون أن تفهم هذه الأعياد لأن معظم العهد الجديد والأناجيل تدور حولها وهذه الأعياد مترابطة أيضاً بالتأكيد إذن تحدثنا عن عيد الفصح وتحدثنا عن يوم هابوكوريم والآن نريد أن نتحدث اليوم عن يوم الخمسين أو عن هاجها شفوت نعم نعم هل يرتبط بأي من الأعياد الأخرى التي تحدثنا عنها؟ بالتأكيد مرتبط بأول عيدين تحدثنا عنهما عيد الفصح وعيد الباكورة يوم هابوكوريم لأن بداية من اليوم الثاني من الفصح كانت الباكورة تقدم للرب والفصح يبدأ قبل يوم الخمسين بتسعة وأربعين يوماً وهو يعني حرفياً أسابيع باللغة العبرية شفوت أي أسابيع هو قبل تسعة وأربعين يوماً من اليوم الخمسين والمهم في اليوم الخمسين هذا في هذا اليوم في خروج تسعتاشر وعشرين الرب الإله نزل على جبل سيناء وسمع جميع الشعب صوت الله ورأوا الجبل يشتعلوا بالنار وأعطاهم الله الوصايا العشر نادق الله بالوصايا العشر لإسرائيل في شفوت في اليوم الخمسين في اليوم الخمسين تعني أنه في العهد القديم في اليوم الخمسين أتى حضور الله وكلمة الله نعم وهذا أمر مهم جداً حقاً لأننا يجب أن نفهم أن العدد يربط بين الفصح والبكورة ويوم الخمسين شفوت جزء من أهمية هذا روحياً هو أن الفداء وهو التحرير من مصر الفصح كما قلنا يعرف بترك العبودية أي وقت تحريرنا عندما أخرجنا الله من مصر التي فينا مما في شخصياتنا يحبسنا ويقيدنا ويستعبدنا ونصارع معه وذلك ليحررنا إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحراراً لكن الفداء بدون وجود إعلان يؤدي إلى العودة إلى العبودية حسناً هل يمكنك أن تشرح هذا أكثر؟ ماذا يعني بالتحديد؟ نعم سأقول لك معناه يعني لقد تحرر شعبنا مادياً في عيد الفصح من خطيانا ومن ماضينا كل شيء يقيدنا كانت بداية الحرية ولكن الخلاص يجب أن يلازمه ويجب أن يقود إلى تغيير الشعب أخرج الله إسرائيل من مصر لكن لا بد أن يخرج مصر من إسرائيل يمكن أن تترك مكاناً ولكن يظل المكان جزءاً منك تستمر خطياتنا وشكوكنا وكل شيء وصراعاتنا ومخاوفنا كل شيء كيف يمكن أن نتغير؟ إن الحق يغير السبب في أنه إن لم يكن عندك إعلان وعندك حرية وفداء ولكن ليس لديك الحق معرفة كلمة الله مكتوب في الإنجيل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم إن لم تتغير عن طريق تجديد ذهنك ستشابه هذا العالم إذن الحق يحررنا وكلمة الله تغيرنا لقد كان الله يغير إسرائيل في تلك التسعة والأربعين يوماً ليستعدوا لاستقبال حضوره وكلماته في اليوم الخمسين إذن في اليوم الخمسين أتت كلمة الله والإعلان يقلب الحق ولكي يساعدنا أن نتغير كما في الكتاب المقدس وفي اليوم الخمسين في العهد الجديد ماذا حدث؟ فعل الله أمراً مهماً جداً لقد أعطى روحه في العهد الجديد في ذلك اليوم وسنتحدث أكثر عنه بعد قليل لكن أظن أنه من المهم أن نفهم لماذا كانت هناك فترة قبل ذلك؟ لماذا لم يعطهم الله روحه في الحال؟ هذا كان سؤالي نعم نعم ولماذا رقم تسعة وأربعين تحديداً؟ هل توجد هناك آية دلالة لانتظار الله تلك الفترة؟ هناك أهمية كبيرة يمكن التحدث عنها تفضل نعم فكر في هذا الأمر قليلاً عندما كنت صغيراً وكنت في المدرسة وقرب نهاية العام الدراسي كنا نعلق التقويم ثم نبدأ في شب الأيام تباعاً إلى أن يأتي الصيف وحين إذن تبدأ الإجازة إجازة الصيف والانطلاق والمتعة أو حين يقترب عيد ميلادك تبدأ في عد الأيام بالضبط تترقب أمراً صحيح إحساس العد هذا يهدف إلى إثارة الحماس يهدف إلى إثارة الترقب فتعرف أنه في ذلك اليوم سيحدث أمر مميز وسوف تأتي بركة من وراء الأمر الذي سيحدث وأراد الله أن يكون لدى شعبه شعور الحماس والترقب هذا هل نشعر بهذا حين ننتقي بالله؟ هل نشعر بهذا عندما ندرس الكتاب بالمقدس؟ يجب أن نتحمس إذن هذا بمثابة دعوة لنا بأن لنكون سائرين دائماً حانين رؤوسنا وكأننا في حالة حزن شديد يجب أن نفرح ونقول سيأتي يوم الغد وسيفعل الله شيئاً في حياتنا نعم بالتأكيد يجب أن يملأنا الشعور بالفرح والحماس والترقب أيضاً وأعتقد أنه حان الوقت لنتذكر أهمية وبركة كلمة الله في حياتنا لأننا يجب أن نسأل أنفسنا سؤالاً كيف يجب أن نتلقى البركة من الله لنا في حياتنا؟ هذا أمر مهم جداً تعرف؟ عندما تقدمت لأخطب زوجتي وأردت أن أفعل شيئاً مميزاً فخرجنا أنا وهي دعوتها إلى العشاء في مطعم في سنترال بارك نعم وأثناء العشاء أخرجت علبة من علب الخواتم ووضعتها على الطاولة وهي لقد كنت أعلم اتسعت عيناها وقالت ما هذا؟ فقلت لها افتحي ففتحته ووجدت بداخله خاتم نعم ولكنه ليس خاتم خطبة أحضرت لها خاتماً من القصدير من ماكينة الحظ بعد أن وضعت فيها خمساً وعشرين سنتاً نعم فنظرت إليه ما هذا؟ فقلت خاتم ما قبل الخطبة فقالت ما معناه؟ فقلت هذا وعد مني بأنيسة فأخطبك انتظري وستأتي الفطبة نعم ستأتي فوضعته في إصبعها وقالت إنه جميل حقاً إنها بداية طريقي لم تعرف أنه نخيص نعم وأنا إصبعها سيخضر منه بعد دقائق ثم ذهبت لتغتسل في دورة المياه نعم وعندما عادت قالت لا أقصد أن أكون فضة ولكنني لم أسمع عن خاتم ما قبل الخطبة هل يجب أن أتصل بأصدقائي وأخبرهم بأني خطبت؟ نعم وعند الطاولة فركبنا وعندها أخرقت الخاتم الحقيقي في المركب تحت ضوء القمر وقدمته وقلت هل تتزوجيني؟ ثم غنيت إذن آتت اللحظة نعم وفقد أشكر الله أنا محظوظ وتمت خطبتنا ودعت أصدقائها ما أريد أن أقول إنها تقبلت الخاتمين المزيف والحقيقي بكل سعادة وحب وحماسة وشافوت هو يوم العطاية من الله يعطي عطية كلمته يعطي عطية روحه والسؤال هو كيف سنتلقاها؟ موقفنا هو يحبنا وهو يرعانا ويريد أن يهادينا نعم أعني لا يوجد ما هو مؤلم أكثر من أن تفكر كثيراً ربما في عيد ميلاد أحد أو في عيد ما وتهديه هدية فيفتحها ولا يبدي أي اهتمام بما فيها هذا مؤلم مؤلم نعم يريدنا الله أن نتحمس أعطانا كلمته وأعطانا روحه الذي يغير حياتنا وهو يريدنا أن نتحمس لذلك إذن لننتظر فترة العد التنازلي بحماسة وبالثقة بأن الخاتم الحقيقي سيأتي نعم لذلك أنا أعتقد وأكرر خمسون هو رقم الحرية ورقم التغيير حسناً حسناً في الكتاب وروحي وروحي وعاطفي وفي علاقاتهم أيضاً كانوا مرضى ومحطمين حتى بعضهم مع بعض مثل القصة التي تقول إن موسى تعارك مع اثنين من شعب إسرائيل أراد أحدهما أن يقوم بقتل الآخر نعم لأن كان لهم فكر العبيد كثيرون منا لديهم فكر العبيد عندما تضغط الحياة علينا ونكون في حالة غضب من الآخرين وغيره ويكون لدينا هذا النوع من التفكير المتمركز حول الاحتياج الذي يجعلنا نظن أنه لا يوجد ما يكفينا إن حصلت أنت على شيء فلنأخذ ما يكفيني وكل هذا يريد الله أن يحطم ذلك الفكر قبل التسعة والأربعين يوماً كان إسرائيل قد صار في حالة نجاسة روحية في التسعة والأربعين يوماً ارتفعوا كان الله يأخذهم من مكان انكسارهم وكان يشفيهم روحياً وجسدياً وعاطفياً ليقفوا أمامه عند جبل سيناء ووو كان يجهزهم يجهزهم يغسلهم ويطهرهم إنه وقت إعداد إن فكرت في الأمر قليلاً مكتوب عندما نزل الله على جبل سيناء يقول وقف كل شعب إسرائيل عند الجبل نعم وكلهم رأوا حضور الله وكلهم سمعوا صوت الله آتياً إليهم والسؤال الآن ألم يكن هناك أعمى أو أصم مثلاً أو شخص مشلول لا يمشي في شعب إسرائيل لكنه قال كل كلهم ووو إذن لا توجد آية قيود شفاهم جميعاً ووو هللويا 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 ووو شفا كل فرد في الشعب في ذلك اليوم ووو لأنه أرادهم أن يتلقوا هديته بعد أن يتغيروا ونفس الشيء اليوم يشفينا لكي نتلقى هديته الوعد بالكمال والوعد بالسلام والوعد بالتغيير في حياتنا بأننا لا يجب أن نستمر عالقينا في مكاننا يريد الله أن يخرجنا يريد الله أن ينصرنا يريد أن يختلف مستقبلنا عن ماضينا وهذا جزء من الرسالة كيف هذا؟ يعطي الله كلمته في يوم شافوت آي الخمسين وفي أعمال الرسل الثنين قال رب المجد للتلاميذ أن ينتظروا إلى أن يأخذوا الوعد بالروح القدس نعم هذا ما كنت أقصده قلت كان هناك انتظار قبل شافوت وقال يسوع انتظروا ثم في يوم الخمسين حدث شيء نعم في يوم الخمسين تلقى التلاميذ الروح القدس روح الله لماذا هذا مهم؟ لأنه كيف حدثت الخليقة؟ تكلم الله فأتى العالم إلى الوجود نعم بينما كان الروح القدس يرف روح الله يرف على وجه المياه نعم فقد حدثت الخليقة بالكلمة والروح والخليقة الجديدة تحدث أيضا بكلمة الله وروح الله في حياتنا هذا ما يجددنا بالكامل ويغيرنا وهذا ما حدث مع التلاميذ كما قلنا من قبل كانوا خائفين ومرتعبين وصاروا يشهدون لله ويعلنون الأخبار الصارة أن يسوع مات وقام ويغفر الخطايا ويعطي حياة أبدي لأن روح الله حل عليهم بالضبط وقواهم وهذه هي الفكرة التي قلتها أنت قلت إنه عند جبل سيناء أتت الكلمة صحيح؟ بالضبط وهنا نرى الروح يأتي ونرى نفس المشهد في التكوين الروح وكلمة الله يجب أن نفهم أعمال الرسل اتنين يقول ولما حضر يوم الخمسين كانت هناك زلزلة في المكان وصوت ريح عاصفة في شافوت في شافوت ويقول وظهرت لهم ألسنة منقسمة نعم كأنها من نار واستقرت على كل واحد يبدو عمرا غريبا ما الذي يحدث هنا؟ هل هذا فيلم؟ مثل ما حدث عد جبل سيناء مثل ما اهتز الجبل واشتعل كله بالنار اهتز البيت وصار صوت ريح والنار على رؤوسه إذن نرى نفس المشهد تقريبا يتكرر مرة أخرى نعم وهناك أمر آخر عجيب في بعض أقدمي المخطوطات اليهودية للطوراة أصفار موسى الخمسة التي معنى اليوم أو ما يدعى الترجميم نعم وهو يحتوي على ترجمات آرامية قديمة للكتاب العبري حسناً وهي ليست ترجمات حرفية أي كلمة بكلمة بل أحياناً يضيفون تفاصيل تساعد على الفن ليشرحوا الكلام وعندما أعطى الله الوصايا العشر عند جبل سيناء مكتوب عندما تكلم الله أنه خرج لهيب نار من فمه وكان يشبه الجناحين المشقوقين الذي طار وكتب بالنقش حروف كلمات الوصايا العشر على اللوحين ووو يشرح كتاب الترجميم تلك النار ذات الأجنحة المشقوقة بأنها نفس الشيء الذي قال عنه في أعمال اتنين إنه استقر على رؤوس الرسل أو التلاميل ترابط بديع نعم لماذا الترابط؟ لأنهم في جبل سيناء تلقوا لوحين من الحجر مكتوب عليهم الوصايا العشر كلمة الله كلمة الله لكن المشكلة لم يستطع إسرائيل أن يحفظ الوصايا نزل موسى وراء الشعب يعبد العجل الذهبي فكسر اللوحين هناك وعد بعهد جديد مع إسرائيل في إرمية واحد وثلاثين عهد جديد بريد خادشة مع بيت إسرائيل غير الذي قطعه مع أجدادهم عندما أخرجهم من مصر لكن يقول أكتب شريعتي على قلوبهم إذن النار على رؤوسهم مثل نار جبل سيناء كان الله يقطع عهدا جديدا يفتتحه والآن يكتب وصياه لا على ألواح حجرية بل على قلوب شعبه كما فعل عند جبل سيناء هللويا يا له من معنى مهم لهذا الأمر نعم واو واو إذن الله كما رأينا في قصة جبل سيناء وما حدث وبعدها رأينا أن الناس بدأوا يفهمون بعضهم وقتها على الرغم من اختلاف خلفياتهم وشعوبهم وحدثت وحدة بينهم لأنهم جميعا انتظروه نعم بكل تأكيد وأظن أن جزءا من أهمية ما نراه هنا هو ما ذكرته أنت إسرائيل كانوا سيعتقون من مصر قبلها بأربعين سنة لكن بسبب الكراهية بين الإخوة تأجل تحريرهم الكراهية بينهم أدت إلى رفضهم لموسى نعم الذي أراد الله أن يحررهم به نعم عندما أخرجهم الله من مصر كانوا متفرقين كانوا مكسورين من العبودية والصراع من أجل الحياة وأخذهم لجبل سيناء في خروج 19 ويقول فنزلوا في البرية هناك نزل مقابل الجبل ذكر كلمة نزلوا بالعبرية مرتين المرة الأولى كانت كلمة نزلوا بالجمع وفي المرة الثانية مفردة لماذا في نفس الجملة جمعا ومفردا ليست صحيحة نحويا؟ لا لأنهم انتقلوا من حالة التفرق وعدم الوحدة إلى الاجتماع على قلب رجل واحد لأن حضور الله وقوته ورعايته تكون دائما في وجود الوحدة بين أفراد شعبه في أعمال اتنين ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة بنفس واحدة بقلب واحد وفكر واحد كان يجب أن يتوحدوا معا كما توحد إسرائيل عند جبل سيناء ليتلقوا الإعلان وعطية الله في حياتهم وهذا في النهاية غيرهم تماما إذن ينبغي أن نفعل هذا مجددا في كنائسنا وزيجاتنا وبيوتنا وفي شعوبنا نعم نعم إذ أردنا أن يوحدنا الله فلن نتوحد بالسياسة بل بكلمته وروحه نعم في مدينتي في الولايات المتحدة يوجد كثير من التوتر في هذه الأيام بين جماعات مختلفة سياسيا يريدنا الله أن نكون وحدة خلقنا لنكون عائلة لنحب بعضنا بعضا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض ترابط القلوب ببعضها الوحدة وهذا جزء من سبب وجودنا هنا الوحدة بيننا أنت من خلفية إسلامية من خلفية عربية وأنا من خلفية يهودية كوننا متوحدين معا في المسيح هذا أهم شيء وهذا ما لا يريده الشيطان لا لأنه يعرف أننا إن اجتمعنا معا سنغير العالم نعم لكن أظن هناك أمر آخر تفضل في نفس السياق في أعمال ثلاثة بطرس ويحنى يصلياني لرجل شحاذ لا يقدر أن يمشي وفجأة يقدر أن يمشي نعم الرجل الذي كان أمام الباب الجميع قرب يوم الخمسين نعم بالضبط مثلما شفي إسرائيل وقام هذا الرجل كان مشلولا وشفي واظن أن الله يريدنا أن نفهم أنه يريد أن يكون لكل منا يوم الخمسين الخاص به ويريد أن يكون روحه في حياتنا لنجد الشفاء والكمال ثم يريدنا أن نخرج بنفس قوة الروح القدسي تلك لنشهد عنه ونرى الناس يشفون ونراهم يلمسون كسدياً وعاطفياً وروحياً أيضاً وأيضاً أن تشفى حياتهم ويكونوا بلا أمراض آمين آمين حسناً قبل أن تصلي لأولئك المحتاجين للشفاء والقيام أريد منك أن تعلق لنا على شعفوت في العهد الجديد هل هو بداية كنيسة العهد الجديد؟ نعم هو بداية العهد الجديد الذي قلت إنه منقوش في قلوبنا صحيح أظن أنه أمر مهم جداً كما قلنا في حلقات سابقة أن كل عهد له علامة خاصة تجعله مميزاً وإحدى أهم علامات العهد الجديد هي الوعد بأن الله سيجعل روحه القدوس يعيش في داخلنا يقول بولوس في رسالة أفاسوس الروح القدس مثل خاتم الخطبة خاتم الخطبة هو عبارة عن وعد بزواج قادم وعد بأنني مرتبط بك بأنني مخصص لك وأنك فتاة المحبوبة وروح الله في داخلنا هو المسؤول عن تغييرنا والذي يأتي بالخلاص إلى حياتنا وهو أيضاً الوعد لنا بأن المسيح الذي يمثل العريس ونحن العروس هذا سيأتي ثانية من أجلنا ويتزوبنا وسوف تكون هناك حفلة كبيرة تدعى عشاء عرس الخروف في ملكوت الله سوف نحتفل كلنا معاً وهذا ما يذكرنا به يوم الخمسين الوعد وهناك أمر آخر قال يسوع المسيح هذا قال أموراً أعظم من هذه ستفعلون ستفعلون مثلما صنع هو معجزات لقوة الروح قال نفس الروح الذي به صنعت معجزات سأضعه فيكم وستسيرون في محضر الخارق للطبيعة وبقوة الخارقة للطبيعة كل واحد منكم يؤمن ويقبل مني عطية الروح القدس في حياته سيأخذ قوة ليس فقط لتغيير حياته بل سيستخدمه الله يكون سبب شفاء وتغيير بالضبط مثلما فعل التلاميذ هللويا هل صليت معنا الآن ليأتي يوم الخمسين إلى حياتنا؟ حسناً سأصلي الآن لكل أصدقائي مشاهدينا في هذه اللحظة افتحوا قلوبكم لتقبلوا عطية كلمته لتقبلوا عطية روحه وسأقول وسأطلب بكل إيمان يا روح الله تعالى الآن املأ أصدقاء المشاهدين كلهم ملءاً مستمراً املأهم بحضورك املأهم بقوتك املأهم برعايتك حتى تشفوا حتى تشفوا تماماً حتى تتغيروا أيضاً بكلمته وروحه خليقة جديدة الكل يمضي ويأتي الجديد وتمنحه نفس تلك القوة لحياة الناس الآن نطلب يوم خمسين شخصي باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح آمين 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 نتمنى جميعاً أن يكون يوم الخمسين في بيتك وفي قلبك وفي كنيستك وأينما كنت تذكر دوماً كلمة الله ستحررك والحق سيغير حياتك اشتركوا في القناة